أكدت أوروبا رفضها لتسييس قطاع الطاقة في إشارة للضغط الذي تمارسه موسكو على أوروبا وأشارت إلى ضرورة إجراء مباحثات لحل هذه الأزبع المتحدثة باسم اللجنة الأوروبية تقول إمدادات الغاز القادمة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة بشكل طبيعي حتى اللحظة ونحن نتوقع من روسيا احترام انتزاماتها المتعلقة بالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمدادات الغاز وكذلك على أوكرانيا احترام التزاماتها بطريقة مماثلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذر من المخاطر التي تهدد إمداد أوروبا بالغاز في حال عدم تأمين تزديد ديون الأوكرانية أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو فقال نرحب بالتغيرات الأخيرة في موقف الاتحاد الأوروبي وبالدعوات إلى مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والدول الشركة ونحن مستعدون للتطرق إلى المسائل المرتبطة بالرسالة التي وجهها الرئيس بوتين إلى قادة الدول الأوروبية التي تطلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا ويرى الخبارة أن سلاح الطاقة ذو حدين وقد يكلف روسيا أسواقها كارل بيلت وزير خارجية السويد أكد على هذه الفرضية قائلا على روسيا أن تتعلم من تجربة عام 2006 و2009 عندما تم استخدام سلاح الطاقة وهذا الأمر قد يأتي بنتائج عكسية على روسيا أقصد على المدى البعيد وروسيا تعتمد كثيرا في دخلها على بيع الغاز أكثر من أوروبا وأعتقد أن موسكو ستواجه مشكلة إذا استمرت بإنتاج الغاز وعدم بيعه وستتأثر أكثر من أوروبا هذا وتسببت الأوضاع في أوكرانيا بأسوأ أزمة بين روسيا والغرب منذ نهاية الحرب الباردة